رجعنا لكم في ناس بعزم عليها بيستفندياية وفي ناس ما ينفعش معاها غير يستفندي كتير الفترة اللي جاية ازاك يا مكماتي؟ ازاك يا عمر وحشنا الله يا كابتر عيما؟ انت اكتر والله العظيمة اقشرها لك بايدي يعني ده كده كتير عليا والله يا عمر كل مجموعة اليستفندي دي بس انت كان لك طلب تاني ان انت طلبت من اتحاد الكورة استفندي مختلف مش كده؟ اه ده حقيقي انا بقى اعمل لك المفاجأة الاجباء الله 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 جايب لك اليستفندي المختلف نوع جديد قلت مش معقولة جيلك للمجموعة اتحاد الكورة تحل قلت لازم انا جايب لك النوع الجديد وشكلها حلو والله احلى من اللي عندنا مليون مرة لا 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 تتاكل بقى دي ولا تتبروز لا لا تتاكل وتعمل بيها كل حاجة شكرا يا كابتن الله انت كنت جاي فجأك فجأتيني والله لا اعم انت برضو يعني انت انا قلت اليستفندي دي علاقة طويلة بيننا وبعض يعني قللي ايه اللي حصل اول ما لقيت واحد طلع في فيديو قللي دك ويستفندي كتير والدنيا ايه اللي حصل ما انا بقولك انا اول اول يعني اول لحظة اول لقطة كانت مع كابتن سيد عبدالحفيز كنا بنعمل الشغل مع بعض وكده في تحليل الدوري وكنا رايحين الشغل يعني فقاللي انت شفت على السوشيال ميديا واحد بيقلدك ويستفندي كتير قلت له ايه يستفندي كتير ده قاللي لا لا ازاي ثانية واحدة واتفرجنا بقى على الفدي كانت بدايتي بمعرفة عمر راضي بس طبعا كان شيء لطيف جدا جدا فضلنا طول السكة بنتحك دحك هستيري انا بصراحة شديدة انا بعد معرفت يعني انا فيه ناس كلموني بعد كده وقالولي ان انت هننزل وهنقابل كابتن ايمن الكاشف انا في كلام ما قال لا 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 ليه يا ترى هنزل الا هيحصل ده بالعكس بعد كده اول ما شفتك انت فاكر طبعا اللي قادة اول ما شفتك لقيتك اخدني بالحضن وبتقول لي عادي شيء جميل خلي بالك اجمل حاجة بالنسبة لشغلي ان انت تلاقي فيه فيتباك وخصوصا انا عايز اقول ايه ان انت قدمت الموضوع بشكل جميل ما فيهش لا تجريح ولا فيه مثلا سخرية بل بالعكس الموضوع كان لطيف وجميل بدليل انه حقق نسب مشاهدة خرافية واخد بالك فده شيء اسعدني وشيء حسسني اننا يعني موجود وموجود عند الفئة اللي المفروض بالنسبة للمسادفة لي فقط الشباب طبعا اللي احنا بنعمل شغلنا كله عشانهم والله هي ومن غير الفيديو ده انت يا كابتن يعني الناس يعني كلها غني عن التعريف يعني والشباب كلهم دلوقتي يعني انا عن نفسي بعد الفيديو ده مثلا انا كنت بمشي في سيتي ستارز الناس بتنادي من فوق مش عارفين اسمي فبيقولولي يا ايمن فالموضوع فضل معلق معايا فترة كبيرة والحد دلوقتي يعني ولو انا مشيت يقولولي يا عمرو ولا طب كان ايه الرد الفعل لما عرفت انه في برنامج واليوستفاندي والزهر لاعب وتجود بالنسبة لك طبعا انا سعيد جدا سعيد جدا ليه لان المجال بالميديا الرياضية محتاجة انها تشوف اشكال جديدة جدا جدا احنا للأسف قدلنا سنين كتيرة جدا بنقدم نفس الشكل بنفس التناول بنفس الموضوع طبعا مع اختلاف النجوم اللي بتقدم لكن القالب البرامجي واحد فلما يبقى عندنا شاب زي عمرو عنده موهبة ومتطلع ويقدم لنا شكل جديد يفيد ويعمل حراك شوية في المجال الرياضي يتطور مع المشاهدة ويتطور مع الحلقات والكلام من دو ليه لا الحياة متسعة للجميع يعني نخلص من اسئلة الناس السريعة بقى تمام اللي هو التعليقات اللي بجلنا على طول يوميا ادخل علي ادخل 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 اه بالضبط على طول وريني عمر وريني نفسك المصطلحات لا سيما تمام واللقطة المضيقة جميل ونداء وكلام ده الناس بتقول يعني هي حبكة يعني تقول لا سيما تمام ما انا قلت الكلام دوت قلت يعني ايه معلق الكرة دوت بيكلم تسعين دقيقة مدة طويلة جدا جدا وبعد كده الشباب معظم الشباب هم اللي بيبقوا شغفين جدا بسماع الكرة اه طبعا كل الاعمار بتشاهد لكن طبقة الشباب والشباب كمان الصغير بيبقى شغوف جدا بمتابعة المعلق وبتابعة المباراة فليلا ان انت يبقى في ظل الشغف ده يعني تستغل الموضوع وتقدم مرادفات جديدة اه لا سيما اللقطة المضيقة اه ابو التفنين حدوتة دي ده بقى سؤال اتفضل يعني انت اطلقت مصطلحات على اللعيبة زي ابو التفنين حدوتة رمضان صبحي تمام انا ما عنديش مشاكل مع ده تمام ليه مصطفى فتحي الفرصة الشائية لانه فعلا اداءه زي الفرصة زي الفرصة سريع خفيف رشيق بيتجول وبيصول ويجول ويبدع ويسجل اجمل جول فعلا يعني انا عايز اقول ايه زي عمر جمال الغزال انت لما تشوف عمر جمال ده بقافية لا 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 انا ما جاتش معي ان هو جمال وغزال والجو ده لا 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 خالص انا اداءه في الملعب وحركته في الملعب اتفرج على عمر جمال فعلا غزال بيجري طب انا بقى عندي هنا سؤال ده معنا ان حجازي بيمشي اكل فوز انت بتقول عليه كينجو كونج بس كينجو كونج ده رمز للقوة مش كينجو كونج عشان جسمه يعني جسمه وتدخلاته بعد كده ده كينجو كونج ده مش مسألة انه هو مثلا فيه ناس قالتلي ليه كابتن ده حجازي شكله هانسم وجميل بتقولهم لا يا جماعة مش كده كينجو كونج التعليم بقى بره لي من اللي فاتت انت قلت يا كابتن ان انت اصغر معلق يعلق على الكلاسيكو على الاهل والزمالك فعلا ده حصل ده كان في التلفزيون المصري وما سلمتش طبعا اتخذت شكاوي جمده موت طبعا كانت ثقة من المسؤولين في التلفزيون انهم يسندوا قليل مباراة الاهل والزمالك مباراة الاهل والزمالك في التلفزيون المصري وللمجتمع المصري ربما هي ممكن فيه ناس بتتفرج على كل مباراة الكرة وفيه ناس ما بتتفرجش إلا على مباراة الاهل والزمالك بس ده حقيق فطبعا علشان يدوا معلق شاب اذا اعتبرنا يعني اننا شاب انهم يدولوا فرصة ان هو يعلق على اهل والزمالك فكانت دي يعني ايه كانت صرخة صرخة تجديد بالنسبة للتلفزيون المصري بالمناسبة دي بقى احنا معانا هنا ايوة اولاقة هديهم لك تجاوب بايوة اولاقة بايوة اولاقة ويستفندي كمان بالزبط ماشي اوكي يلا بينا؟ يلا بينا انت فيه حاجات كتير مش عجبك لا ازاق ما نشوف بقى اللي عجبك ولي مش عجبك طيب اوكي ماشي سريعا كده مع الالترس مسؤولين اتحاد الكورة فاسدين ماليا بتحبه مرتضى منصور حسيت ان ايدك عملت كده يعني اصلي بحبه او محبوش لازم ابقى على علاقة بيه فانا علاقتي بيه انه هو رئيس نادي الزمالك لا اولا انت لو رفعت ايدك الشمال دي يعني بيه لا لا بالعكس بالعكس انا بكنله كل احترام وتقدير على فكرة طيب رئيس مرتضى منصور رئيس نادي كويس ولا لا؟ اه لا كويس المنتخب ايوسو الكاس عالم ميدو احسن محترف مصري مدحة شلبي نموذج للاعلام المشرف مصطفى فتحي افضل نشئ صعد اه المعلقين بينفسنوا من بعض انت اهلاوي لا الظهر لعب مفيش صاحب بيت صاحب طيب اه طبعا شكرا اول على صراحتك يعني في الاجابات اه عايز اسألك سؤال احنا عندنا مشكلة في مصر ان الحكام الافرخة اللي بيقولنا دايما بيجوا تعبنين انت شايف ان مصر في الحتة دي فعلا الحكام الافرخة اللي بيقولنا بيظلمونا ولا احنا متحملين عليهم هو في حركة خبيثة كده بيعملها الاتحاد الافريقي هي ايه بقى وانعايز كل السادة المشاهدين يركزوا معايا هي ايه انه هو دايما في مباريات منتخب مصر اللي خارج الارض ما يحط لكش حكم من الصفوة يحط حكم هنقول ايه صاعد واعد خليني اكون مهزب واقول صاعد واعد لا انت ممكن تشتبه انحط تيه تعايد يعني فالصاعد الواعد ده ممكن تحت ضغط جماهيري يأذيك في حين ان المباراة اللي بتبقى على ملعبك يحط لك حكم من حكام النخبة اللي هو حقك فقط هو اللي هتاخده زي دانيل بينت حكم من طراز رفيع فصحيح هو حكم عشرة على عشرة لكن مش هديك اكتر من حقك في حين ان الحكام اللي بتدير لقاءات منتخب مصري خارج الارض ما بتبقاش من الدرجة الاولى المصنفة ممكن تيجي عليك زي ما الحكم الزنبي جي علينا مش بس فكرة صلاح لا في تحجيمه لقدراتنا اثناء اللقاء اه نلعب شوي نلعب اه طبعا انت عارف الهيليم بالنسبة لي ايه حياتك قلبي كبير ايه طبعا اي لوفيو اي لوفيو سو اه نغني بقى سوا ولا ايه ولا انت مالكش في الغنى يعني لا لازاي خدني الحنين وسألني السنين برضو تانية هي مع السنين مع السنين ده غير لو علقتي كده هتعلقت ازاي ده بديتني لان ممكن ودي الكورة العرضية ودي تملي اشهر جملة علايت معاك ايه اه مع الناس اه كان اه كانت هين هواك يا حبيبي من بدري ودي اللقطة المضيئة شكرا يا جامل احنا عندنا تقليد في البرنامج هنا انك لازم تتنلل على التشيرت يا سلام ده التشيرت منتخب مصر ده التشيرت المفضل فا عايزينك تنضلنا على التشيرت ده اه خليك تفضل يا كابتن ودي الامضة الله عليك الله عليك شكرا يا كابتن ده انا اللي شكر الله يخليك ده غير ايمن يعني اه بنشكر حضرتك يا كابتن ايمن انا عن نفسك كنت مفوض جدا 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 انك شرفتنيه النهاردة انا اللي متشكر ليك وانا سعيد بالتجربة ديت وسعيد بالبرنامج ومزيد من نجاح يا عمري فعل مزيد من نجاح لحضرتك والتوفيق ان شاء الله ويعني مزيد من التقلق المستمد مع بعض دايما مع بعض بإذن الله نشوفكو في حلقة جديدة من ما يصحش كده وديف جديد ان شاء الله